دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي HR مكماستر إلى اتخاذ إجراء أكثر قوة لوقف تطوير إيران لما سماه شبكة جيوش بالوكالة يتزايد نفوذها في لبنان وسوريا واليمن والعراق واتهم مكماستر إيران بتصعيد حملة لزيادة نفوذها في الشرق الأوسط من خلال بناء وتسليح جيوش بالوكالة على غرار حزب الله في كل من العراق وسوريا وأماكن أخرى كما فعلت في لبنان لتأليم تلك الجيوش على الدول إذا انتهجت سياسات تتعارض مع مصالح طهران